عشرة أيام إذن تفصلنا عن عيد الأضحى المباركة عرض وفير ومتنوع تتميز بالأسواق ونموذج والمؤقتة بمختلف مناطق المملكة سبعة ملايين أضحية جاهزة للذبح تخضع لمعايير المراقبة والمواكبة لضمان جودتها والأسعار تتباين حسب النوع والجودة ومحددات العرض والطلب إطلالة في أسواق بيع الأضحى مع كوثر أبو تير والمهدي كاركش عيد الأضحى الشعير الدينية التي توحد فرحة الصغير والكبيرة الجميع يتجهز لهذا اليوم بدءا بعرض الأضاحي بالأسواق وصولا إلى تحضيرات يوم العيد هذه السنة ما يزيد عن سبعة ملايين أضحية موزعة على أسواق المملكة تعكس التأهب الجدية للسلطات المعنية قصد تلبية الطلب البالغ ستة ملايين رأس عرض وفير ومتنوع بمختلف الأسواق النموذجية والمؤقتة على الصعيد الوطنية يعزز منظومة تسويق الأغنامة أنواع كالسردي والبرقي في مقدمة السلالات المطلوبة والأثمينة تختلف حسب الجودة حرص عليه بالنسبة للحلقة لنصلي كيتميز بها وكان عرفه وش نوران يدى ومراقبة الطبيب مواصفة الإخصاءات كل ما خصش يكون يعاني من الأمراض اللي كتكون داجة في التاكة لحسب الفيروس لذا بكيفوتوا منه السوق مقارنة مع السنوات السابقة السوق كين شوية الغلاء كين واحد تصاعد في التأمان وككل سنة تصهر مصالح المكتب الوطني للسلام الصحية للمنتجات الغذائية خلال هذه الفترة على ترقيم ومراقبة ومواكبة الأضاحي ضمانا للجودة والمرور المناسبة الدينية في ظروف جيدة